السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أحب أرحب بالناس اللي انضمت لقناتي مؤخرا وقول لهم الله يجزاكم خير والناس اللي موجودين برضو من الأول الله يجزاكم ألف خير وإن شاء الله بإذن الله إني أقدم حاجات كويسة وحاجات تعجبكم وتنول رضاكم إن شاء الله بإذن الله عندنا هنا بما إني قمت الصبح لقيت الغاز مخلص عندي الفطار سهل بيتدبر بأي حاجة عيش وجبنا سهل يعني أما الغدى بقى المشكلة وأنا يا جماعة عندي مبدأ إن أنا ضد المطاعم فهنعمل إيه فتحت التلاجة وطلعت يعني أغلب اللي فيها طلعت من كل اللي فيها حبتين تلاتة طلعت لقيت عندي بسم الله ما شاء الله تنجان وطماطم وفلفل وورق عينب برطمان وإشتا إشتا معلبة وإشتا فرش وزبدة وبوائي خلطة محشي والله الخير موجود يا معبود والله إنت عايز إياه حاجة كتيرة هو ما شاء الله ورز طبعا الرز ده أساسي في البيت ولقيت فرخة برضو فضل ونعمة ده أنت يا حاجة ده أنت بصي ده أنت بصي ليه حاجة تقوليه وبطاطس لقيت حاجات كتير والله بسم الله ما شاء الله وحليب قلت لنفسي بقى خليني أشوف هقدر أطلع إيه من كل الحاجات اللي أنا طلعتها دي يعني هقدر أعمل كم طبخة بس التحدي الأكبر عندي هنا أن أنا ما عنديش غاز يعني بطجاز مفيش مفيش بطجاز كل الحاجات دي عايزة أطلع منها طبخات في الفرن إزاي بقى معرفش هو كده وخلاص لا إله إلا الله زي ما قلنا قلت لنفسي نعمل رز معمر عندنا الحليب والإشتة والزبت خلاص أدي طبخة والفرخة نخسلها كويس ونتبلها عندنا الطماطم والبصل والتم والكمون والملح ونعملها فرخة ما شوي حلوة برضو والبطاطس نحطها مع الفرخ خلاص طبختين أهم م شاء الله والطواجن عندنا الطواجن بتاعة الفرن بسم الله م شاء الله هنحط فيها الرز المعمر والفرخة المشوية وورق العنب نعمل برضو بخلطة المحش دي نزود عليها عصير لمون ودبس الرمان ونعملها طواجن ورق عنب طب حلوة أوي بسم الله م شاء الله والبتنجان نعملهم سقعة طب خلاصة هي محلولة الحمد لله هنيجي هنا بقى لازم بقى أساسي الفرخة وصو لازم نخسلها كويس جدا هي كات سليمة بس أنا ما جيه تقطع بتاعة دي تقطعت كده من الجنب هي حلوة يعني مش ممكن أنا جيبها كده باجي أشيل الحطة الورا دي بصوا لإنها أساس الزفارة اللي في الفرخة كلها لازم تترمي أجي هنا الأجنحة الطرف بتاع الجنح لازم يتشيل لإنه برضو بيبقى زفر مالوش لازمة أصلا يعني آه مش رضي يتقطع خلاص شيلتو كده هاجي بقى طبعا بيبقى جواها بيسيبوا أحيانا الفشة أحيانا بيسيبوا القلب الحاجات دي أنا أي حاجة جواها بشيلها آه الزوية برضو اللي عند الرقبة دي الدهون الزيادة مش محتيينة بشيلها برضو برميها أديها للقطة تكلها بسم الله أحوش المية دي وبعدين أرجع أحط مية تاني وأجي بقى أجيب حبيه الطماطم كده بس قم مستوية شوفهم أنا كتير وقليل يعني سبحان الله كتير كتير قلت على موضوع الطماطم ده حبيت أعملها معاكم عمل يعني بجيب الطماطم كده بفرقها فيها من جوة ومنبرة وبغسلها بها كويس جدا لازم أساسي يعني من جوة ومنبرة وبزبطها تمام تمام يعني طماطم جميلة جدا في غسل الدجاج وطيور عمتا والبط والحمام بتحوش كل الزفرة اللي فيها بتديها راحة حلوة كده هاجي برضو حط شوية خل وأسيبها كده في المية دي خمس ست دايق كده الخل برضو حلو بيتطهارها وبيخليها كويسة إن شاء الله بإذن الله زي ما انتو شايفين فرقتها من جوة ومنبرة تمام التمام يعني ولسه هشتفها تاني مرة واثنين وثلاثة هنشتفها كويس يعني عشان برضو آه اي زوائد عندي بصوا ملهاش لازم هرميها يعني عادي مش مشكلة بس عشان يطلع شكلها حلو زي ما احنا شايفين كده آه بيت حلوة بسم الله ما شاء الله هاجي هنا بقى وإيه اديها كده بالسكينة إيه فتحات كده الفتحات دي زي ما احنا عارفين عشان التدبيلة تدخل فيها كويس تتغلغل فيها وعلشان تستوي بسرعة ما تقعدش فترة طويلة يعني هو برضو من من رجلها كده ومن الظهر ومن الجنب من هنا ومن هنا بصها الموتة سنزيل فيها حتة سليمة آه بخسلها برضو كويس كده بكب المية وحط مية تانية بخسلها كويس جدا نظفها كويس لازم تبقى كويسة ومضيفة هاجي هنا بقى الخلطة اللي هتب البال في راخ طماطم فلفل ليمونة بصلايا تلاتة أربعة خمسة تفسس توم توم نقطر فيه معلقة كاتشاب ملح وكمون بس ملح وكمون بس ما بحطش أي بهارات غير الملح والكمون زي ما انتو عارفين أي بهارات زيادة في الأكل بتخربوا بتخرب طعمه والبطاطس هنقشرها ونقطعها ونحطها معاه هنا حطيت كل الحاجات اللي قلتلكوا عليها في الخلطة اهي ومعلقة الكاتشاب معلقة الكاتشاب يا جماعة بتديها لون حلو وبتديها برضو طعم حلو هنا الفرخة احنا عايزين نعمل الفرخة أول حاجة ونخلص منها عشان نحطها في الفرن ونبدأ نشتغل في الحاجات التانية لاحظوا كل الأكل ده اللي انا هعمله في الفيديو ده كله كله معمول في الفرن البودو جاز طبعا زي ما قلتلكوا الغاز مخلص عندي وما كانش فيه فرصة ان حد يجيب لغاز فلازم لوحدة يمشي نفسه يعني تمام كده اه بتبّلها بقى من جوة ومن برة وبسيبها في التدبيلة دي أقل شيء خلص بص ربع ساعة مص ساعة طبع الوقت اللي عندي يعني انا سبتها بص بما يعيد العشرين دقيقة يعني خيره الأمور الوسط ما بين الربع والنص عشرين دقيقة سبتها تتبّل جيت عندي جبت بصلايا لقيت عندي بصل برضو أي حاجة عندي يستخدمها بصل وبطاطس وفلفل حلو فضل ونعمة اه هحط الحاجات دي بقى زي ما انتوا عارفين انا هحط في الطاقج لان انا هستخدم كل الوصفات اللي عندي النهاردة في الفيديو ده هستخدمها في طواجد عشان هحطها في الفرن اه برس البصل كده زي ما احنا شايفين احطه كده في الطاقج ابدأ احط البطاطس فوقه وبعدين احط بقى الفرخة فوقهم زي ما احنا شايفين كده برضو حلو الحاجات دي حلوة بتبقى مع الفرخة طعمها جميل جدا ما حطش انا ميا ولا اي حاجة خالص هي الفرخة باسم الله ما شاء الله لو قفلنا عليها بورق الالمويوم كويس هتطلع كويسة مش محتاجة لميا ولا نحطها على شبكة ولا الحاجات دي خالص خالص مطلقة هي بتستوي مع نفسها يعني هي بتبقى منها يعني ببركة ربنا احنا خمس اشخاص اكلنا منها والله العظيم تبقى ممكن اكتر من ربعة لسه عندي والله موجود هحط البطاطس كده في الجوانب اه والفلفل كل اللي بقى عندي هحطه مش هسب حاجة احط كله يعني كله هيتاكن ان شاء الله العيال بالشكل على البطاطس اللي مع الفرخة اكتر من الفرخة بطع معها حلو وتبقى مستوي على اخر خالص لو لاحظتوا هتلاقوني عاملها اه دوائر تخينة شوية عشان ما تتريش مش عايز اجا شيل الفرخة لقي البطاطس مهترية لعنى اه وبورق الالمونيو والقصدير ده اقفل بقى عطاقين كويس اساسي ان انا اقفل عليه كويس مش هفتحه من فوق ولا اي حاجة بس اغلفه كويس جدا اخليه ما اقفون بحيس البخار اللي يطلع منها ما يطلعش برا انا عايزاي سويها تقعد في الفرن بالزبط بالزبط ساعة وربع الساعة مغطية وبعد الساعة اكشف واسبها تتحمل خلص حطناها في الفرن خلصنا منها الحمد لله نجي بقى على بواقي ايه بواقي خلطة المحش اللي عندي اه دي اول باقي اول كيس وادي تاني كيس لو لاحظته هتلاقوا واحد لونه ابي يعني بشوية واحد لونه احمر ده عمله بطماطم العلب الاحمر ده والتاني عمله بطماطم معدية شفتوا الفرق طماطم العلب اجمل في الطبخ من الطماطم الفرش بسم الله ما شاء الله حاجة هنا بقى اخلطه مع بعضه كله اجيب دمع ده ودمع ده بحيس كله يتمازج مع بعضه حاجة هنا عشان انا طبعا هعمل ورق عنب اساسي بقى عندي ايه دبس الرمان دبس الرمان في ورق العنب بصوا حكاية ملوش حل هحط بما يعادل كده معلقة او معلقة ونص عمال باركة كده وليمونة عصورها جامدة جامدة طاط يا معبود جامدة انا بحبش اللامون الكبير لاصفر ده مالوش طعم بحب اللامون لاصفر ده بدي طعم جميل بصراحة في الاكل يعني هي بص يا جامعة خلطة ورق العنب هو المفرقة تحط شوية نعنع ناشف بص والله نسيت رغم انه عندي بس نسيت يلا يلا من لا ياسه مش مشكلة اقلب ده كله ببعضه كده واجه هنا عندي ورق العنب طبعا انا زي ما قلت لكم الغاز مخلص عندي فهعمل ايه خدت المياه من البرادة المياه الحرة السخنة يعني وغسلته مرتين ثلاثة كده بحيس المواد الحافظة اللي فيه تروح لاحظوا برضو يا جامعة ورق العنب بتاع البرطمنات ده بيبقى كل مواد حافظة لازم نخسله او نغليه ثلاثة اربع دقيقه في مياه بتغني بطاط صايا كده وايه واحطها في قلب الطاجن اللي هحط فيه ورق العنب ممكن نحط بصن ممكن نحط جزر بس انا مفضل بطاطس العيل بيحبوه بنحط حاجة نستفب منها بدل ما حاجة محدش يكلها يعني اه بطاطسايا اه افريدها كده في الطاجن اه وابدأ بقى ايه بسم الله ابدأ احشي خلاص يا حاجة بقى خلاص يعني هو ايه احنا هنصور جنبها ما خلاص لازم بصوا لازم ومعبود دي لازم كل حاجة عندها تبقى كده بالورقة والقلم حاجة بقى عندي في خلطة المحشي اخد بقى ايوا اخد ورقة العنب كده طبعا زي ما احنا عارفين الخشنة جوه والنعمة برعش ان تبقى شكلها حلو ملساء نعماء جميلة اه واحط كده رول واحجيب الطرف على الطرف واقفل كده اه ما شاء الله جميله مش محتاج ايه حاجة خالص انا بقى بحبش احشي بمعلقة ولا بحب احشي على طبق لا بحشي كده على ايدي احط على ايدي دي ووحشي بادي التاني اه زي ما تعلمت اه شوية كده كده ايوا ودي هنا والتانية هنا ولفي حاجة بس كده دي تاني واحدة تقريبا اه جميل وصغير كده النوعي الجودي دي حلو بصراحة بس بتبقى غالي احيانا فما يكون عليه عرض باجيب اتنين ثلاثة وخليهم عندي في البيت ما بيخربش زي الملفوب بالضبط ده يمحب اخزينه ايام الشتة في الوقت ده اجيب الجهة اليمين على الجهة اليسار والف الف الف كده هو طرول احاول وانا بلف بقى ازبطها نكونش واحدة طلعه واحدة كده ورق العنب بالذات لازم يكون زوق حلو في اللف عشان يعني الناس ما يقولوش ايه اللي عملا ما عندها الزوق يعني من جمال ورق العنب ان الواحد لازم بصه يعمله مطبق كده وجميل يطلع حلو اه زي ما احنا شايفين كده انا متعودتش لأحشي كده باديا يعني معرفش أحشي او ممكن لحشي تحت بس بيكون صعب علي فكده اسهل بايدي على طول هنا خلاص عندي ده كيس شربة او مرجع شربة كانت بتاعت بتاعت لحمة تقريبا ما هو اي شربة زي ما قلتلكم بتتبقى عندي ببردها وصفيها من البصل والهيل اللي فيها وحطها في اكياس زي دي وحطها في الفليزر يجي يوم زي كده مثلا ما فيش امكانية ان انا اطبخ مثلا فرخة او لحمة او حاجة اطلع الكيس ده واسيحه واخد منه وحطه على المحشي اللي عندي او اعمل باي حاجة هنا خلاص حشيت ورق العنب كله زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله والشربة سخنة ايه بسم الله هحط كده عليه ورق العنب بيحتاج يا جماعة زيادة شوية لانه ايه ام الورق بتاعه بيبقى جامد شوية اه حطتها حطي كمان شوية معبود حطتهم معبود حطي بقى شوية اه ليمونة اساسي عشان بصوا طعمه يطلع مزز كده وجميل العيال عندي بصوا مدمنين ورق عنب ويحطون عليه ليمونة جامدة الليمونة جامدة بتنزل ومي بصعوبة بس يعني الحاول فيها وهاجي برضو عشان يبقى طعمه حلو هحط برضو شوية دبس الرمان بما يوعد المعلاقة كده برضو عليه كله بتدي له طعم جميل جدا المفروض برضو ان انا هحط زيت زتون بس ما كانش عندي بصروحة فعادي عادي يعني حيبقى حلو ان شاء الله زي ما احنا شايفين جدا عادي 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 يا معبود هو ما يستوي خلاص كله هيغلي والماية كلها تطلع برضو بورق الالمونيوم فيه كويس جدا القفل كويس بيخليه استوي بسرعة ما ياخدش وقت كبير في الفرن مش محتاجة بقى افتح علي ورق الالمونيوم ولا اي حاجة يعني برضو بيقعد في الفرن حوالي ساعة كده خلصنا من تاني طبخة تلت طبخة بقى يا معبود تلت طبخة اللي هي الرز المعمر طبعا ده رز انا غسلته وسبته حوالي ساعة ونص يتنيع في المية محتاجة انا يكون منقوع شوية يعني يتحط في مية ساعة ساعة ونص حاجة هنا بجطعة زبدة وايه ابشورها ابشورها ليه عشان اقدر اوزعها على الرز ايوا بتجيني كده زي الجبنة الشيدر بتيجي حلوة وسهلة اخلطها مع الرز بتيجي حلوة بس انا هنا غلطت في حاجة المفروض اسيبها في التلاجة واجب شورها هتيجي على طول لكن هنا انا طلعتها قبلها بنص ساعة فساحت فكاد صعبة شوية زي ما احنا شايفين بس هتظبط يعني ان شاء الله الزبدة جميلة دي الزبدة يعني انا مفضلها عن السمنة بس بحط معلقة سمنة واحدة اه بحاول اخلطه بقى طبعا الزبدة رخمة شوية زي ما قلتلكم لانها سايحة بس عادي يعني هو منطلق مش كبير او هتسيح دلوقتي مجرب ما نحطها في الفرن وهتبقى كويسة ان شاء الله ودي علبة اشطة اللي هي الفرش حلوة برضو يعني دي او التانية بتاعت العلب دي حلوة هاجي برضو اجيب ايوة بحاول بقى اخلطه ببعضه كله كده لان احنا محتاجين بصه كله اتخلط في بعضه انا بشوف ناس يحطوا في الفلسود بصراحة ما بفضلش عليه اي بهارات مطلقا على الاطلاق بس زبدة اشطة ممكن جطعة سامنة بلدي لو في او سامنة نباتي بس جطعة صغيرة بحيس ان تخلين فالفل بس وايه تاني يا معبود لا اله الا الله والحليب وشوية ملح بس محطش عليه حاجة غير كده وبطلع بسم الله ما شاء الله بصوا بطلع عسل زي الفل هده بقى حط الحليب بسم الله ده احسن حليب ممكن نعمل برزم عمر حليب السعودية بصوا هو number one في كل حاجة بصراحة حليب تقيل يعني هو بصوا مزاي بتاع مصر قوي بس في ملامح منه يعني شوية تقيل فيه 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 في طعم الحليب اما الحليبات التانية مش عايزة اقول اسمائها عبارة عن مية بس مية بس ما فيش فيها اي طعم خالص مطلقة لكن ده حلو بصراحة حسوا ان فيه خير كده حلو يعني اه تمام شوية ملح بصراحة كده حاجة شوية ملح بس بس خلاص خلاص يعجل ملح كتير ملوش لازمة ايوه صح كده انا بشوف ناس برضو بيحط عليه زيت وبشوف ناس بحطوا عليهم زي ما قلتوا بهارات لا انا مفضلش خلص اي بهارات على الرز المعمر هو رز المعمر يعني حليب اشطة زبدة سمنا بلدي يطلع حلو زي الفل وروح تانا هنا جيب ايه حتة سمنا السمنا اللي هي دي برضو حلو قوي قريبة من سمنا البلدي اللي بيجينا من مصر بس دي طبعا ايه مش بلدي حتة صغيرة خالص زي ما قلتلكو عشان ايه يطلع مفق الفل كده وجميل جطحة صغيرة ربع معلقة بالزبط ربع معلقة مش محتاجين حياة غير كده وعندي برضو الفرن شغال ودي على الفرن يا ام عبود اهو بسم الله ما شاء الله وكبف الفرن وخرب الفرن ودي الفرخة هي كشفتها عشان تحمر بسم الله ما شاء الله شطرة يا ام عبود شطرة شطرة ودي المسقعة طبعا مرضتش اعملها معاك ولكن انا قطعت البرنجان مع الفلفل مع التوم وحطت عليه شوية من خلطة الفرخة وحطته في الفرن حسيت ان الفيديو طال وده ورق العنب اهو بسم الله ما شاء الله وده طبعا طبعا صلاطة من عندنا جميل والله برضو حلو ما شاء الله ما شاء الله التاني ايه يا ام عبود اللي عملت ايه صلاطة لا صلاطة عادي بحاجة مش مشكلة ورق عنب اربع طبخات بسم الله ما شاء الله بصه عسل شطرة يا ام عبود بجد شطرة يعني عرفتي حاجة تمشي نفسك برغم ان ما فيش غاز بس هو عرفتي برضو ما لجأتيش للمطاعم وروح تجيبتي اكل وانا عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسناش في اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته